التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمية وتم عصف السلامين الوطنيين واستعرضوا حرص الشرف وصراحة متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد النهيان عقد مباحثات ثنائية حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد النهيان عن ترحيبه بالرئيس السيسي ضيفا عزيزا على الإمارات وأكد الشيخ محمد بن زايد على اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيضة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات مشيرا للتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة ارتكازا على ثقل دور مصر ومحوريته على الساحة الإقليمية كما ثمن ولي عهد أبوظبي النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بحفاوة الاستقبال مؤكدا متانة العلاقات المصرية الإماراتية وقواتها وما تتميز به من خصوصية وحرص مصر على تطوير التعاون والتنصيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية خاصة من خلال تكثيف واتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنصيق اتباه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد ودعما لأواصر تعاون التنائي مجددا لتضامن مصر حكومة وشعب مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أصفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين كما أكد الرئيس السيسي إدارة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنها ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة كما تم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلا عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ليبيا واليمن حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحالي تلك القضايا ترجمة نانسي قنقر